الوقت مشاهدين نروح موجز لأهم الأخبار مع هالا تفضلي هالا شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجد الشمس بالجولان السوري المحتل بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب كما نشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين هذا وجددت مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في أسرع وقت قال مكتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر فوض نتنياهو ووزير الدفاع بتحديد نوع وتوقيت الرد الإسرائيلي على هجوم حزب الله في بلدة مجد الشمس بهضبة الجولان المحتل من جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية هذا ووصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبر جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع ونسفت أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة فيما أطلقت طائرات مسيرة الرصاص في شارعي الصناعة والمغربي جنوب مدينة غزة كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف عدد من المنازل وسط مدينة رفح الفلسطينية قال حاكم منطقة أوريول في جنوب غرب روسيا إن هجوم نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء في أوريول مشيرا إلى تدمير طائرتين مسيرتين كما أعلنت روسيا سيطرتها على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا وفي بيان لها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة القوات المركزية سيطرت على بلدتين في المنطقة الشرقية من دونتسك تعهدت كوريا الشمالية بتدمير من وصفتهم بأعدائها تماما في حالة اندلاع أي حرب معهم وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تزامن مع ذكرى السنوية الحادية والسبعين للحرب الكورية فإن كبار المسؤولين العسكريين حذروا من محاولات واشنطن وسول إثارة الأمور نحو حرب نووية متعاهدين بتعزيز الكفاءة القتالية للجيش الكوري الشمالي ورياضيا حصد البطل المصري محمد السيد الميداليا البرونزية في منافسات سلح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ونجح محمد السيد في الحصول على الميداليا البرونزية بعد فوزه على اللاعب المجري تيبور أندرا سيفي بنتيجة 8 إلى 7 باللمسة الذهبية برونزية محمد السيد هي الميداليا الأولى للبعثة المصرية أولمبياد باريس والميداليا العربية الثانية في الأولمبياد انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بادي الفاصل